هدف المباراة وفعلاً أوف سايد هتقولولي أوف سايد إزاي فيه لعيب من الزمالك مغطي القانون كورة القدم بيقول إنه لازم يكون حارس المرمى ولعيب مغطيين أو اتنين لعيب بصوا الكرة هنوقفها كده مع بعض هي بصوا كرة تلعبت ترجع وراء هي هنا كرة لحظة تزديد اللي هبصوا بقى لحظة التزديد أيوة أقف هنا أقف لأ أيوة وكرة بتطلع هنلاقي جنش متقدم على ميدو اللي هو لعب الشرقية فيه واحد بس من الزمالك مغطي اللي هو اللعيب وحارس المرمى جنش متقدم يعني معدي ميدو فكده يبقى فيه لعيب واحد فقط مغطي مفيش حارس مرمى وبالتالي دي أوف سايد القانون بيقول إيه لازم يكون اللعيب اللي محرز الهدف ده فيه متغطي بحارس مرمى ولعيب أو اتنين لعيبة حتى لو حارس المرمى مش موجود لكن هنا اللقطة دي بتبين إيه جنش هو متقدم على ميدو محمد عبد الحميد ميدو لاعب الشرقية يعني بنص خطوة وهي صعبة بصراحة الكرة صعبة يعني مش مقصودة من الحكام بصراحة دي بتاعت اللاينزمان كمان بصوا عشور بيبص على التزديد محمود عشور يعني اللي يتحمل الكرة دي المساعد بس هي صعبة قوي كرة صعبة قوي محمود عشور ها هو بيبص على التزديد فالكرة دي دايما بتاعت المساعد المساعد الأول اللي هو ناحيتنا فأثناء التزديد اهو شو تكمل بقى اهو الرجل رجعت له كان فيه واحد بس مغطي فتعتبر اوف سايد بس هي كرة صعبة جدا كرة صعبة جدا بس في الاخر اوف سايد تقدم نادي الشرقية بهدف